اخواننا واخواتنا واصدقائنا واطلب من الله العلي القدير ان يفك قد قيد اسراهم ويعيدهم لنا سالمين كما اترحم على شهداءنا الابراد وفي النهاية اتقدم بجزيل الشكر وردمتنان للاستاذ بروفيسور املنسكي ومن سعادة ستير الجمهورية البولندية ودكتور عميل كلية الطب دكتور عبداللطيف البدر والدكتور كريستيان وادارة رجنسي بولس لتحضيرها لهذا الحدث الهام وشركة البشر والقاظم للخدمات الطبية والاخ العزيز والصديق السيد عادل المسعد وصلاح المسعد وعائلة الصانع لدعمهم المادي والمعنوي والاخواني حسن وعبدالرحمن لتشجيعهم المستمر ومساعدتي وفي هذا المجال لا يستعني إلا أن أشكر الدكتور نور الكاظمي للتشجيع والدعم ومساعدته لي في عام 82-83 عند ذهابي إلى السويل عندما كان مسؤولا عن الدراسات العليا في وزارة الصحة فشكرا لك كما أشكر جميع الحاضرين وفي النار أشكر زملائي زملائتي واصدقائي فلكم مني ألف شكر وجزاكم الله عني ألف خير والسلام عليكم بكتور عبداللطيف دانية الحديثة المترجم للقناة 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 نشعر كثير من Ф понял forgotten how much our POs who are our relatives, friends and brothers are suffering and I hope soon they will be with us we should not forget them I'd like to thank His Excellency the Ambassador of the Republic of Poland Dr. Abdulaziz, Dean of Faculty of Medicine Professor and Mrs. Imlensky Dr. Christian Emlensky Regency Palace for organizing this event Al-Bishr and Al-Kadhmi for a big support Mr. Adil and Salah Mas'ad and Al-Fisam Al-Sanik for contributing and advised and along with the arrangements my brothers Abdurrahman and Hassan for their support and in this occasion I'd like to thank Dr. Nouri Al-Kadhmi